أكد وزير الخارجية سامح شكري على أهمية الاستثمارات البريطانية في مصر وتطلع إلى تعزيز انخراطها في المشروعات التنموية العملاقة وباستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر جاء ذلك خلال استقبال شكري بمقر الوزارة طارق أحمد وزير الدولة البريطانية لشؤون شمال إفريقيا وجنوب وسط أسيا والكومنويلث والأمم المتحدة وأوضح شكري خلال اللقاء أوضح الجهود الوطنية للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء رئاسة واستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوبا 27 المقرر عقده في نوفمبر المقبل ورحب وزير الخارجية بقرار الحكومة البريطانية بتعديل إرشادات السفر الخاصة بالجزء الجنوبي من محافظة جنوب سيناء ومحافظة الفيوم وما يشمله ذلك من وجهات سياحية من خلال ضمها إلى المناطق الآمنة بما من شأنه تحفيز السياحة الواردة من بريطانيا والتطلع الاستكمال الجانب البريطاني لإجراءات تعديل إرشادات السفر